إنشاء الاختبارات الاختبارات هي شكل من أشكال التقييم التي تتطلب من الطلاب الإجابة على سؤال أو أكثر عند إنشاء اختبار جديد يتم بشكل تلقائي إنشاء عمود في مركز التقديرات تظهر فيه درجات الطلاب بعد الإجابة لتسجيل أداء الطلاب بعد إنشاء الاختبار يجب عليك نشر وإتاحة الاختبار للطلاب ضمن أي منطقة محتوى مثل صفحة الواجبات أو الاختبارات في هذا الدرس سنتعلم ما يلي إنشاء الاختبار إضافة أسئلة الاختبار في البداية نذهب إلى لوحة التحكم ثم نختار أدوات المقرر الدراسي تظهر قائمة منسدلة نختار منها صفحة الاختبارات والاستطلاعات ومخازن الأسئلة نقوم باختيار صفحة الاختبارات من صفحة الاختبارات استخدم زر إنشاء اختبار من صفحة معلومات الاختبار أكتب اسم الاختبار ثم وصف الاختبار وعادة يحتوي وصف الاختبار على ما يلي مدة الاختبار عدد المحاولات درجة الاختبار عدد الأسئلة وغيرها في مربع نص الإرشادات أكتب الإرشادات المتعلقة بحل وطريقة الاختبار بعد الانتهاء اضغط على إرسال تستطيع الآن أن تشاهد الرقعة الأساسية للاختبار وتحتوي على اسم الاختبار والوصف والإرشادات من هذه الصفحة الرقعة الأساسية للاختبار ستبدأ في إضافة أسئلة هذا الاختبار تستطيع إنشاء أسئلة جديدة عن طريق إنشاء سؤال أو إضافة أسئلة موجودة عن طريق إعادة استخدام سؤال أو تحميل الأسئلة من ملف موجود على جهازك عن طريق إيداع أسئلة يمكنك أيضا تعيين خيارات لإنشاء أسئلة للاختبارات باستخدام إعدادات الأسئلة إعدادات الأسئلة تتضمن خيارات للتغذية الراجعة، الصور، ارتباطات الويب، بيانات تعريف الأسئلة وتجميع الدرجات سنستخدم الآن أداة إعادة استخدام السؤال لإضافة الأسئلة وسنختار إنشاء مجموعة أسئلة ابحث الآن عن الأسئلة من خلال توسيع وتحديد معايير الأسئلة لتضييق نطاق البحث يمكنك البحث عن الأسئلة من خلال مخازن الأسئلة أو الاختبارات الموجودة والتي تم إعدادها مسبقا الآن سنختار أحد الاختبارات السابقة لحصر نطاق البحث ثم نحدد نوع الأسئلة التي نريد تضمنها ضمن مجموعة الأسئلة الأسئلة التي تطابق المعايير سوف تظهر تلقائيا في قائمة ملخص المعايير يمكنك الآن إضافة جميع الأسئلة أو تحديد مجموعة من الأسئلة بشكل فردي من خلال التأشير على خانة الاختيار من أمام السؤال أو اختيار جميع الأسئلة من خلال التأشير على خانة التأشير في صف العنوان بعد ذلك نقوم بالضغط على تقديم ستظهر لك رسالة تأكيد بنجاح إضافة الأسئلة وتستطيع مشاهدة الأسئلة المضافة باستخدام أداة الأسئلة الموجودة في المجموعة الآن سنعود إلى صفحة الاختبارات بالضغط على زر موافق حتى هذه المرحلة قمنا بإنشاء الاختبار فقط ولكن لا يستطيع الطلاب الدخول لهذا الاختبار وسنتعلم في الدرس القادم كيفية نشر وتوصيل الاختبار للطلاب كما سنتعلم في دروس لاحقة كيفية إضافة وكتابة الأسئلة الجديدة والمتنوعة شكرا لمتابعتكم